مجلس ادارة نادي الزمالك نجح انه ينقل مباراة المباراة القادمة مباراة سوار الغيني مقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة التالية مباراة دول المجموعات اللي بتتكسف الكفرات الأفريقية لتقام باستاد السلام في السبعة مساء بدلا من اقامتها في مدينة بواكي بكدوان دي خطوة مجلس ادارة نادي الزمالك عشان يوفر كافة سبل الراحة للفريق ويبقى جاهز لهذه المواجهة برافو خطوة حلوة هذه طيب ده خبر النهاردة الزمالك كمان فاز على الهلال الليبي بسلسية نظيفة في مباراة ودية وقيمة استعدادة لمواجهة فريق ابو سليم الليبي في بطولة كأس الكنفرالية لسجل الهدف الزمالك النهاردة يوسف اوباما وسيد عبدالله والمتعلق في مباراة الودية دايمن سامسون اكينيولا سجل الهدف التالت في الوقت المحتسب بدلا من الضع ده بالنسبة للزمالك وسعادته لمواجهة ابو سليم الليبي مصدر في نادي الزمالك اللي نفرقم عشرة ان محمد عوان ما عندوش مانع انه يجدد عقده مع نادي الزمالك لكن الحكاية او الازمة في قيمة عقده الكبير الكبير اللي هو مفروض عقده يخلص السنة الحالية يعني بعد نهاية الموسم ده هياخد 18 او كان بياخد 18 مليون جنيه وده رقم كبير جدا بالنسبة لإدارة نادي الزمالك وشايفاء رقم مبالغ فيه والزمالك ما عندوش مانع انه يجدد العواد لو قلل كيمة عقده اللي خده عواد خلال موسم اللي فاتت كان مجموعه 79 مليون جنيه كيمة العقد بالكامل هو عايز يخلي عواد ياخد تقريبا نص اخر عقد اللي هو كان 18 مليون عايزه ياخد 9 مليون جنيه في الموسم وده الاتفاقات التي تحسب بالنادي الزمالك وعواد في الوقت الحالي جوزي بيسيرو الموديل فني الأسبق للنادي الأهلي والحالي لمنتخب نيجيريا أصبح من المرشحين بقوة جدا لتدريب نادي الزمالك سمعتوا حضراتكم الخبر ده بالكل تأكيد والمفاوضات يعني في مراحل متقدمة طبعا دايما الخلافات على الأمور المالية بس هقول لكم الأكيد الزمالك أو إدارة الزمالك لو ما ضمنتش إنها هتعرف تفك القيد في يناير غالبا مش هتجيب مدرب أجنابي طيب لو ضمنت إنها هتعرف تفك القيد في يناير مش بقولك إنها هتستنى اليناير هيبقى عارفين إن أمورهم المالية هيعرفوا يحلوا بها المشاكل بتاعتهم ويفكوا القيد قبل يناير هيجيبوا مدرب أجنابي ما نفعش يبقى غالبا الكابت المعتمد جمال مكمل دا الوضع شاركوا تبقوا فاهمينه في جمهور نادي الزمالك